في السياق كشف المحلل الاقتصادي جاشعة تميمي عن بناء مصفات كربلاء بمواصفات يورو 5 المتطورة جدا وهي تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مادة الديزل والكيروسين وبنزين الطائرات لكن ما يزال أمام المصفات شوطا طويلا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين عالي الأكتان وبالمقابل ذكرى تميمينا مصفات الصمود في بيجي تكبد العراق خسائر تصل إلى 1.500.000 لتر يوميا نتيجة عدم توفر مادة النفثة إضافة إلى أن نفس الكمية يتحملها العراق من مصفة دورا لعدم توفر الكهرباء وأشار إلى أن حل أزمة مصفات بيجي من خلال توفير مادة النفثة وتوفير الطاقة الكهربائية الكافية لمصفات الدورا لتشغيل وحدة الأزمرة وبهذا سيوفر مليارات دولارات سنويا للخزينة العامة